أعلن جهاز الأمن الوطني في الموصل أنه بناء على معلومات استخبارية أفادت بتحركات لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بالموصل ألقت مفارز الجهاز القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين كانوا يخططون لإعادة تشكيل خلية لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية كما أعلن الحجد الشعبي إلقاء القبض على قيادي بداعش بكمين محكم وبحوزته جنسيات مزورة غرب الموصل وأوضح بيان للحجد أن الإرهابي كان يتنقل بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وهو متورط بعمليات إرهابية كبرى في البوكمال والباقوز السورية وقضاء حديثه